لا جديد في لبنان سعد الحريري مكلف مرة أخرى لتشكيل الحكومة لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين رئيس الوزراء اللبناني قال لدى تسلمه المهمة إنه سيشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين في أسرع وقت ممكن كلمات الحريري هذه جاءت بعد تكليفه من قبل الرئيس اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على خمسة وستين صوتا نيابيا من أصل مئة وثمانية عشر صوتا فيما لم يسمي ثلاثة وخمسون نائبا أي شخصية أخرى هو غاب اثنان عن المشاورات وتعقد الآمال بأن تكون الحكومة المقبلة فاعلة وقادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة بعد أن وضعت فرنسا ما سمي بخارطة طريق لتنفيذ إصلاحات مشروطة لعودة المساعدات الخارجية التي بات لبنان بأمس الحاجة إليها ويأتي تكليف سعد الحريري لرئاسة الوزراء من جديد في وقت يعاني فيه لبنان منذ أشهر من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 أزمة يرافقها استقطاب سياسي حاد وصراع مصالح إقليمية وغربية وقبل كل هذا فساد مالي وإداري لم يعد يطيقه اللبنانيون الحريري هو نفسه من ترأس حكومة استقالت في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية رفعت مطالبها بإصلاح اقتصادي شامل ونادت بحياة سياسية خالية من الأحزاب والكتل السياسية التي يقول اللبنانيون إنها أساس ما وصلت إليه بلادهم من خراب تكليف الحريري جاء بعد اعتذار خلفه المكلف مصطفى أديب في السادس والعشرين من أيلول الماضي حيث لم يكمل المهمة بتشكيل حكومة تنهي مهام حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب التي استقالت في العاشر من آب الماضي بعد ستة أيام من انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي لا يزال لبنان يعاني من آثاره الإنسانية والاقتصادية الجسيمة تشكيل الحكومة في لبنان واجه أيضا عقبات سياسية عديدة أبرزها تمسك حلفاء إيران حركة أمل وحزب الله بحقيبة وزارة المالية وفق مبدأ المحاصصة الطائفية كما أنهما رفضا تسمية رئيس حكومة جديد لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر